السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكروم في هذا الموضوع سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية لقشور الموزة قشور الموزة لها العديد والعديد من الفوضة الصحية واستخدامات مذهلة ففي هذا الموضوع سوف نقدم لكم أبرزها فإذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل إيقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن تتخلص بعد اليوم من قشور الموزة لأكل هذه الاستخدامات المذهلة لن ترميها أبدا الموزة لا شك بأن غالبية الناس يدركون الأهمية الغذائية لتناول فاكهة الموزة المعروفة نظرا لغناها بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم فهي تحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والكاليسيوم ومضادات الأكسادة وفيتامينات بأس التاة وبأطنشر والكربهيدروات والسكريات مما يجعل الموزة من أهم المصادر لتوليد الطاقة للجسم ولتغذية مرضى فقر الدم أو لانيميا كما أنه توصف لمن يعانون من الضعف العام قشور الموزة يجهل البعض معلومة هم تفيد بأن قشور الموزة التي غالبا ما ينقوم برميها تؤمن لنا فوائد صحية مميزة قد تفوق لب الموزة فقد أثرت الدراسات الطبية مؤخرا أن قشور الموزة تحتوى على العناصر غذائية مفيدة لها استخدامات هم لصحة الجسم وفي الحياة العملية فما هي فوائد قشور الموزة؟ أولا قشور الموزة غنية بالبوتاسيوم والألياف بعضها قابل للذوبين وبعضها الآخر غير قابل للذوبين الأمر الذي يجعل تنويلها مفيد لتسهيل حركة الأمعاء وتعزيز عملية الهضمة ومحربة الإمساك ثانيا قشور الموزة توفيد في تقليل نسبة الكوريسترول الضار في الدم مما يفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ثالثا تحتوي قشور الموزة على مادة أتروبيتوفين والتي تزيد من إفراز هرمون السعادة أي السيروتينين في الدماغ مما يؤثر على الحالة المزاجية ويفيد في علاج الإكتاب والشعور بالسعادة والإسترخاء رابعا تحتوي قشور الموزة على مادة اللوتين وهي أحدى مضادات الأكساد الفعالة في حماية العيون من الشوارد الحرة التي تتسبب بالكثير من أمراض العين كاعتام عرصة العين والضمور البقعية كما أن فرك العين بقشرة الموزة يساعد في حمايتها من أشعة الشمس فوق قلب نفسجية خامسا قشور الموزة مؤفدة جدا لصحة الجلد يزال أن فرك الوجه بقشرة الموزة يمنحها الرطوبة ويقلل منه ظهور التجعيد وعلامات الشيخوخ عليها كما تقلل من الحك الجلدية ويخفف قشور الموزة من تهيج البشرة كما تفيد في علاج مرضى صدفية وتطهير وتسكين لدغية الحشرات والبعوضة ومنع الشعور بالألم إضافة إلى خصائصها المضادة للبكتيريا والتي تعالج البثور والبقع والحبوب على الوجه سادسا يستخدم قشور الموزة أيضا في تنميع الأحذية والملابس الجلدية وإكسسورات الفضة سابعا قشور الموزة تؤفد في تقفيف مظهر الكدمات أي العلمات تزرقوا على الجلد إذ تم يوضعها مباشرة عليها ثامنا تستخدم قشور الموزة في تسكين المناطق المؤلمة بلفها في مكان الأصوبة لفترة من الزمن فإنها تخدر وتسكن الآلم تاسعا توفيد قشور الموزة في تغذية ددان القز وفي تسميد النباتات والجذب الحشرات الصغيرة والفرشوة الجميلة عاشرا ساعد قشور الموزة على إقراج الأشواك التي قد تعلق بالجلد بلف المنطقة بقشور صغيرة إذ أن الإنزيمات فيها تعين على إخراج الشوكة بسهولة ودون ألم إحدى عشرة تدليك جبهة الوجه ومنطقة الرقابة بقشور الموزة يخفف منه ويساعد على الاسترخاء إثنى عشرة تعتبر قشور الموزة من أهم الوسائل التي تساعد على طبيض الأسننة بشكل طبيعي بفركها باستمرور بالقشور الداخلية للموزة متابعين الكروم إذا استفدتم من هذا الموضوع فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة ترجمة نانسي قنقر